أكد محافظ المينيا أسامة القاضي على انتظام العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة أوضح القاضي خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة أن المتابعة الميدانية على أرض الواقع والاجتماعات الأسبوعية أتت بثمارها وجعلت تلك المشروعات واقعا ملموسة من خلال تدليل كافة المعويقات وبتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية قاربت على الانتهاء إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع في الوقت ذاته وجه محافظ المينيا برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء وبمراجعة جاهزية المعدات ومتابعة مخرات السيول